نتكلم بقى عن الطاقة الشمسية واللي كان بيتكلم عليها دكتور مجدي علام وبيتكلم على انه فعلا فيه مشروعات الطاقة الشمسية كتيرة موجودة في مصر يعني فيه بنبان فيه مشروعات كتيرة موجودة ولكن ليس بالحجم اللي احنا عايزينه اليونان بلد صغيرة جدا كل البيوت فيها والعمرات العادية وانا انا بكرمش على ناس اغنية ولا اي حاجة انتوا لو تعرفوا اليونان بلد صغيرة اقتصادها متواضع كلها عايشة بالطاقة الشمسية فانا ازاي في مصر مش عايشة بالطاقة الشمسية ازاي مش قادرة نركب فوق عمراتنا فوق بيوتنا فيه طبعا عمدة نور شغالة بالطاقة الشمسية لكن نسبتها قد ايه مقارنة باللي بيتكلم باللي بيشتغل بالكهرباء بتشتغل الكهرباء بقى عايزة وقوده عايزة مزوته اسمعته مجلس الوزراء قالك عايز 300 مليون دولار لذلك فانت الزق يعني اين الطاقة الشمسية من معادلة الكهرباء في مصر بنسمع بيانات كتيرة جدا عايزين نشوفها موجودة على الارض يعني نسبتها قد ايه ومعادلتها قد ايه في المعادلة الاكبر